أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته شهر رمضان هو شهر القرآن الكريم وهنا سنتحدث عن موضوع آخر غير ما تحدثنا عنه في الحلقة السابقة علاقتنا بالقرآن الكريم هذه المرة ننظر إليها من جهة أخرى من جهة أن شهر رمضان هو شهر القرآن نزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القادر نزل القرآن الكريم على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وكان جبرائيل صلى الله عليه يعرض القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وآله في كل ليلة قدر بكاملها يعرض عليها القرآن الكريم في شهر رمضان خصوصية أخرى نجد بأن الله سبحانه وتعالى كما ورد في الروايات عن النبي أهل البيت عليهم السلام كده اختار شهر رمضان هو الشهر الذي سيظهر فيه إمامنا صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لدراب مقدمه الفتح ففي شهر رمضان الصيحة في الثالث والعشرين من شهر رمضان في ليلة القدر يصيح جبرائيل وينادي بين السماء والأرض ظهر المهدي من آل محمد ألا فاتبعوه ونجد أن في زيارة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف نقول السلام عليك يا شريك القرآن فالإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف هو شريك رسول الله صلى الله عليه وآله في محافظة وفي بعث هذا القرآن الكريم فدور رسول الله محمد صلى الله عليه وآله كان تلقي الوحي من الله عز وجل وإبلاغ هذه الآيات إلى الناس وإمامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف سيكون دوره إعادة بعث هذا القرآن الكريم وأحياء آياته وسوره ومخبار الناس وتعليم الناس على معانيها وإعادة تفعيل هذه الآيات في المجتمعات بعد أن كان قد هجرها الناس وابتعدوا عنها وغيروا وبدلوا في معانيها وفيما أراد الله سبحانه وتعالى فإذن شهر رمضان هو ارتباط بين القرآن الكريم وبين إمامنا الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف هو الشهر الذي ننتظر فيه في كل سنة أن نسمع تلك الصيحة المباركة من جبرايل تلك البشارة من السماء لأهل الأرض بأنه قد آن الأوان لكي يخرج صاحب العصر والزمان ليملأ الأرض قصطا وعدل بعد أن ملئت ظلما وجورة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفة إمام زماننا لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية فنسأل الله سبحانه وتعالى إذا أماتنا قبل ظهور إمامنا أن نموت على معرفته وإذا أحيان الله سبحانه وتعالى إلى زمن ظهوره أن نكون من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه ومن المستشهدين بين يديه هذه النعمة الكبرى أن يكحل الإنسان المؤمن عينه برؤية صاحب الغرة الحميدة صاحب المقام الشريف صاحب الأمر عجل الله فرجه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق المؤمنين والمؤمنات في مشارك الأرض ومغاربها بأن نكثر من الدعاء بتعجيل فرجه وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من المنتظرين ومن الصابرين في زمن الغيبة الكبرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة